طلقة في الرأس على يد أصدقائه قتل فيها إبراهيم بمنطقة البلديات ببغداد ثم رميت جثته خلف مستشفى القادسية الشاب العشريني تم تسيبه بعد قتله من قبل أصدقائه كما روى لنا والد المقتول عن تفصيلات ما جرى طالعين دراجات اثنين ودراجت ابني يسوقها واحد صديقة وابني صاعد ورح والثاني دراجة تمشي بصفة اثنين مسيرا بالشارع صاح ذاك علي ابني قال لابراهيم التفت علي ابراهيم راسم يعني طلع مسادسة وطقت طرقه ضربت بقصته شون سبب القتل؟ ما نعرف لحدنا منعرف بس هي دراجة ابني ماكو موبايل ماكو بجيبه مبلغ أما يعني جزء على مدل فلوس الدراجة؟ اي احتمال تسليب عائلة المغدور ابراهيم تنتظر إعدام قتليه بعد إلقاء القبض على عدد من المشتركين في الجريمة أما القاتل الرئيسي فما يزال هاربا وهذا ما جعل العائلة تناشد حكم مشارب الإعدام اي لا أريد أي شيء من الإعدام هو سوى القاتل طريق شارد وبس والده واخوته بالسجن موجوده من طلع علي القارقة بضمالي قوله أخذه والده واخوته إعدام بحقهم لأنه هذا الوحيد لابو يعني استطور خطيه يأخذ للدوام الصبح بمال الشادة والجرحة هم الضرر ويرجع الظهر هل سأملوا بقاء لحنا كلما رح يروح باشر عقبة كلما يروح لحال سبيله جريمة بشعة يقتل فيها الصديق من قبل أصدقائه حالة تعكس مدى ارتفاع مؤشرات الإجرام في المجتمع مؤشرات مقريقة تتطلب معالجات ناجعة وفق مختصين من قبل الجهات المعنية من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير